اختيار آخر واصدقاء ومشالعون لما كامل الجيش كان من اقرب المقربين لبشير الجميل بشير الجميل انا كنت ولد عيام وما اني كتير وعيله بس قريله تاريخه لبشير الجميل وكمقاوم اكيد يعني ما في من بعد مشالعون الا بشير الجميل بالمجتمع المسيحي اذا بدك تحكي كمجتمع مسيحي على صعيد لبنان مشالعون عنده رؤية استراتيجية ولبنانية شاملة اكتر من بشير الجميل وين وصلت رؤية مشالعون استراتيجية لانه عنده هايدي الرؤية استراتيجية ما خلوله مشالعون يوصل لمحل وين وصلت هذه الرؤية بالتسعين مشالعون تحدى العالم وعلمنا نحنا هايدي تتحدى العالم لا بالعكس ورجع بعد 15 كل العالم تضافر ضده الامريكان والاسرائيليين عند تحدي لما تراجع عن تحدي العالم الامريكان والاسرائيليين والسوريين كالايتون جمعوا ضده وعملوا عملية 13-20 لا شلوه مثل ما هلأني كالايتون مجمعين ضده من جوا ومن برا لا يفشلوا له عهده ولا ما يخلوه يشتغل لأنه مشالعون حالة استثنائية لا تكرر بلبنان لا تكرر بشير جميل بيجي شاب أبا ضاي مثله ومقاتل وقائد مسيحي إذا صار في حرب يمكن هلأ يطلع من بين الشباب اللبنانية شاب تاني يجسد حالة بشير بس بشير جميل أخطأ بس فات مع الاسرائيلية ورجع قالوا للإسرائيلية لا هذه المؤامرة الكونية دائما بتحكوا عنها اللي هي بتفشل عهد الرئيس ولا مرة حكيتوا أنه أسلوب تعاطي جبران بسيل أو طموحات جبران بسيل واللعب على الحبال اللي بلعبها جبران بسيل من أجل الوصول إلى مقاربه هي اللي إزيت صورة الرئيس وعهد الرئيس مش هالقد مش هيدا مش ألعب جبران بسيل إزيت لأنه جبران بسيل هو مكمل لمسيرة مش هالعون وهو رئيس تيار الوطني الحر وما فرفت التيار رئيس تيار الوطني الحر مش بانتخابات رئيس تيار الوطني الحر بتعيين مباشر من الرئيس وهيدا اللي شبه بشرخ كتير كبير عند التيار إذا بدك ترجع منه كتير كبير الشرخ صار في حلات اعتراضية في قيادات من أبرز القيادات المناضلة بالتجار اليوم صارت برا طيب وفي أجواء أنا بقدر إليك أنه في أجواء أجواء مصالحة في أجواء مصالحة عم ينشغل عليها يرجع كل اللي برا يرجع ويصير في مصالحة عم ينشغل على هيدا هيدا خدوا سكوب